الهتافات حماسية والجمع غفير لكن النتيجة واحدة لا أحد ينظر نحو تعز الجريحة عشرات وربما مئات المسيرات جالت شارع جمال قبل هذه وقد تحدث من بعدها ولا جديد لا سر في هذه الدعوات أكثر من مجرد أمنيات يطمح من خلالها المواطنون للضغط بإنقاذ ما تبقى من تعز وإن كان لهذا المجتمع الدولي أن يستفز من هذا الغضب اليومي كان فعلها من قبل وتحركت مشاعره تجاه الخراب الذي لحق بالحياة هنا ثم تميول أكثر للسلام لكن الحرب غلبتهم وكثيرا غذت الشرعية والتحالف العربي تعز بالأوهام فلذلك مقتضياته أن تتحول المحافظة إلى ميدان للاستنزاف يقول واقعها المر جرح الإنقلاب اليمن لكنه عمق الجراحات في تعز وحتى لا يفرط هؤلاء بالتفاؤل خلعت الشرعية محافظا ودفعت بآخر وذلك مبدأ يقتضي بالقبول بأي هابط على هذه المحافظة وإن كان لا يكترث لحالها كم مرة قطع مواعيد تحرير المحافظة وكم مرة كذبوا إذ يمكن لحماس تعز هنا أن يلخص حالة اليمن عموما إذا ما قرنت بهذه اللحظات أو السنوات في خضم معارك الخصوم الإقليميين على أرض يمنية وشرعية لم تعد حقيقتها معروفة على وجه اليقين ولا موقفها الرسمي من هذه الحالة التي بلغت قاعها هنا ترجمة نانسي قنقر